ماذا قابلت الشيخة يحيى آخر مرة؟ أوه منذ ما يقرب من عشرين سنة سبحان الله على حكمه وأقداره كل هذه المدة ويا شاء الله أن تلتقياه في تنيس وأكون بفضل الله بصحبتك في ذلك سلام عليك أيها النبي سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لقد سمعتك جيدا يا أبا عبد الرحمن وأنت أيضا يا محمد انظر العقد الصحيح غير الفاسد هو الذي يستوفي شروطه شرعا عملك عند هذا الرجل مشروط بمعايير فإذا لم تنطبق عليك فقد أخللت بالشرط وإذا التزم أبو عبد الرحمن بتلك المعايير فذلك احتيال منك يا محمد وتنصل من شروط عقد ملزمة لكما بإتمامها وعليه فإنكم تحسمان الخلافة بينكما بعد أن يعين كبير البنائين أبو الحسن بن الربيع عمل أبي عبد الرحمن في دارك يا محمد الله بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم السلام عليكم السلام عليكم يا من قال له الإمام المعلم مالك رحمه الله إن صحت فراستي فإني أرى فيك وجه العلم وإن كنت ذا فراسة فأنت أحد أوعية العلم وعلماء الإسلام ولا تنسى يا بني هايك والمعصية إنها تفقدك العلم وحلاوتها الله 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 رحم الله شيخنا الإمام مالك الله أنت كما أنت يا شيخ فقط اشتعلت مفارق الشيخ وهل سلمت أنت منها؟ شاورت على نفسي أولا إذن فتلميذ عبد الله بن وهب رحمه الله يجد طريقه الجديد لصحبة الفقيه القرشي النجيب لو لا ما استطعت الوصول إليك شرفت بصحبتك يا أمام وبلقائك يا شيخنا يا لطيب الرياح التي أتت بكما وارحبا يا أبا عبد الله زمن طويل اشترك في البقاط الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية